أمر آخر أنه مصدر نعم أن مصدر أكد لي وهذا المصدر كان مقرب من دوائر الفريق أحمد جيد سالح رحمة الله عليه أنه كان يتابع الأمر شخصيا وأنه كان حريص جدا على أن الرفات هذه كانت ستعود في 5 جوليا 2019 غير أن الظروف والإجراءات تأخرت فضلا مما كانت تعيشه الجزائر أنا ذاك فالإجراءات والأمر الذي أتخذ يحسب للدولة الجزائرية أولا ثم يحسب إلى دور قامت به المؤسسة العسكرية من أجل استعادة هؤلاء الذين هم مقاومين وهم حملوا السلاح فهم يعني لو دققنا وأخذنا الأمر في مصاره الصحيح فهم يعتبروا من العسكريين الجزائريين الذين قاوموا من المستعمرة ولو كانوا مقاومات شعبية ومدنية وإلا لكن من يحمل السلاح ويقاوم يتحول إلى عسكري بصفة آلي حقيقة أن الفريق أحمد قيد صالح كان يتابع الأمر ومصادر تتحدث من أنه لما الفطرة التي أعقبت خامس جوليا 2019 كان منزعج كثيرا على أن الأمر لم يتم وكان يريد أن يتحقق هذا الإنجاز في تلك الفطرة كعربون فرح وإسعاد للشعب الجزائري الذي تالما عبر عن أنه ابن الشعب وأنه ينتمي إلى هذا الشعب وأنه وأنه قبل ما نجلو الثياب هذا احنا ابن الشعب أنا شيخ صير نقول لك بكل ما اكتخاره أن الشعب هذا تعدمانا في الثورة شوفنا قيمة الشعب وشيء نحن لدينا المكحلة نضربتنا قنب العسكر ونضربتنا يستشهده جدا وليتزرع ولكن الشعب كل ما تكون واجهة ما بينه والسعمار هذاك الدوار راح ما يخلوا صغر حتى يكرشموا هذا الجيش تعالشان بيش احترافي هذا الجيش نجهز من جميع الإسلحات جميع القوات وبلادو موجود شعب يستحل أن تقبلها كنوا كنوا شيء الحقيقة أنه كما ذكرنا أنه الأمر عمره تقريبا الإجراءات بدأت عمرها ثلاث سنوات أيضا هناك أدوار قامت بها جزائريون هنا في فرنسا خارج الإطار الرسمي وأعرف بعضهم بعضهم بذل الكثير وأسسوا حتى جمعية وأعرف صديق اسمه غضاب عبد الرزاق وهو ناشط جزائري كان يناضل في هذا الجانب ويبذل الكثير ويبذل ويبذل معناها أنه حتى المجتمع المدني لعب دورا في تفعيل هذا الأمر لأنه حقيقة أنه لو دققنا فيه يعتبر وصمة عار في جبين فرنسا أن تأتي برفات مواطنين من بلد آخر وتضعهم في متحف أعتقد بأن هذا الجانب أصلا مسيء جدا ومذر وغير نافع ويحتاج إلى وقفة ومراجعة أيضا هناك الكثير منها ما زالت هناك الكثير من الروفات هناك من يتحدث عن 14 ألف وهناك من يتحدث عن أعداد أخرى مختلفة لكن المؤكد أن هناك الأعداد كبيرة ما زالت وأيضا تحتاج إلى أن تعود إلى أرض الوطن إذن حقيقة أن المعطيات كلها أن المؤسسة العسكرية الجزائرية كانت تتابع وأن هذا الأمر وكانت تحرص عليه حرص كبير والأمر تواصل بعد رحيل الفريق أحمد قايد صالح حقيقة تواصل بنفس الوتيرة وبنفس الحرص لأن هناك من كان يتابع هذا الأمر هذا لا يعني أنه قد يفسره البعض يقول أن الدولة الجزائرية غائبة لا أبدا هناك إجراءات تمت من طرف وزرات ولكن أنه كان حرص شخصي من فريق قايد صالح خاصة في الفطرة الأخيرة من أيامه كان يحرص كثيرا على استعادة هؤلاء وأعتقد بأن هذه نقطة إيجابية كبرى وإنجاز كبير نحن دائما مبدأنا أن نقول للمحسن أحسن وللمسيئسات وهذا أعتقد بأنه من الأشياء الجميلة التي يجب أن تذكر ويجب أيضا أن تنسب لأهلها فما قام به الفريق أحمد قيد صالح يستحق التنويه ويبدو بلا أدنى شك أنه كان الحاضر الغائب في هذا العرس الكبير هذا العرس التاريخي الذي بقدر ما هو فرحة أيضا فيه أحزان لأنه عاد استدعاء مشاهد التاريخ